اشتركوا في القناة تجمعوا ضده والعصبي الذي يغضب لعصبته ويحامي عنهم والتعصب والغلو من أكبر المعوقات في طريق الوسطية والاعتدال وكان من أسباب هلاك الأمم السابقة الغلو في الدين لذا حذرنا منه رسولنا صلى الله عليه وسلم فقال إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين وقال أيضا هلك المتنطعون لقد جاء الإسلام الإسلام آمرا بالاعتدال والاقتصاد والوسطية في كل أمر سواء كان من أمور الدين أم من أمور الدنيا فالوسطية من أهم خصائص هذه الأمة التي جعلها الله أمة وسطا لكن الأمر لا يسير على نظام واحد حيث انتشرت ظاهرة التعصب والغلو وفيما يلي بيان أهم الأسباب وطرق العلاج أما الأسباب فأسباب التعصب كثيرة ظاهرة وباطنة نذكر أهمها في العناصر التالية أولا الجهل وقلة العلم ينشأ التعصب أول ما ينشأ عن الجهل لأن العلم نور والجهل ظلمات كظلمات القبور وكما قيل الإنسان عدو ما يجهل والعداوة تكتضي الملاحات والمخاصمة والمجادلة فالمتعصب يجادل على جهل والمجادلون بغير علم على شفاجر في نهار حتى وإن كانوا يردون على المبتدعة ويدافعون عن دين الله لأنهم يجادلون بغير هدى من الله وكما قال الله تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد وقال سبحانه ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير فهؤلاء إنما يتبعون أهواءهم لأنهم يتكلمون بغير علم فلا عقل صحيح ولا نقل صريح بل مجرد رأي وهوى وهذا حال أهل البدع والضلال وإن حسنت نياتهم وزعموا أنهم أرادوا الخير فكم من مريد للخير لا يبلغه لذلك حذر العلماء من جدال أهل الجهل والرأي الذين لا يعلمون دليلا ولا يعتمدون في أقوالهم على كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم قال لقمان لابنه لا تجادل السفهاء فيجهل عليك ويشتموك ثانيا تقاعس بعض أهل العلم عن دورهم إن للعلماء منزلة عظيمة في الشريعة الإسلامية ودورا فعالا في المجتمع المسلم ذلك أنهم ورثة الأنبياء يبلغون شرع الله تعالى للناس ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون المعوج ويرشدون الضال فهم نجوم يهتدى بها الناس يهتدي بها الناس في طريقهم إلى الله إن تقاعس العلماء عن أداء مهمتهم وغياب دورهم عن المجتمع له نذير شؤم وبداية هلاك لأن الناس لا بد لهم من قائد يقودهم وأهل العلم هم أعلم الناس بالطريق فهم يعرفون طريق الله تعالى ويعرفون سبول الشيطان لذا فغيابهم يجعل الناس يعيشون في تخبط فيتخذون رؤوسا جهلاء فيضلونهم والله تبارك وتعالى جعل للعلماء منزله ليست لغيرهم من الناس ولذلك أمرهم بالبيان وحذرهم من الكتمان يقول تبارك وتعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فبهذا فهذا ميثاق أخذه الله على أهل العلم أن يبينوا للناس ما يحتاجون إليه خاصة إن وقع ما يوجب ذلك فوجب على أهل العلم أن يوضحوا الحق من الباطل ويرشدوا الناس إلى الطريق المستقيم ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى فنبدوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا ثالثا ظهور الفرق والأحزاب إن من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية يا رعاكم الله جمع كلمة أهل الإيمان على الحق وتأليف قلوبهم ولذلك ورد الأمر بلزوم الجماعة والتحذير من الفرقة في كثير من الآيات والأحاديث منها قول المولى تبارك وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم وقول المصطفى صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد ومن أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة وقال صلى الله عليه وسلم من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية واتباع الفرق والأحزاب هو من أخطر أسباب التعصب والضلال فاتباع فرقة من الفرق أو جماعة من الجماعات واعتبارها جماعة الحق دون ما عداها أو اعتبارها جماعة المسلمين التي يجب اتباعها وعدم مفارقتها هو التعصب والغلو الذي يؤدي بأفراد الجماعة إلى الدفاع عن أفكارهم ومنهجهم ومعتقداتهم ومهاجمة كل من يعاديهم ومحاولة النيل منهم وكل ذلك مخالف لشرع الله تبارك وتعالى يقول الإمام بن تيمية رحمه الله الانتساب إلى جنس معين من أجناس بعض شرائع الدين كالتجند للمجاهدين والفقه للعلماء والفقر والتصوف للعبات أو الانتساب إلى بعض فرق هذه الطوائف كإمام معين أو شيخ أو ملك أو متكلم من رؤوس المتكلمين أو مقالة أو فعل تتميز به طائفة أو شعار هذه الفرقة من اللباس من عمائم وغيرها كل ذلك من أمور الجاهلية المفرقة بين الأمة وأهلها خارجون عن السنة والجماعة داخلون في البدع والفرقة ثالثا طرق علاجه لقد اعتمد العلماء رحمهم الله وسائل كثيرة لمعالجة هذه الظاهرة العوجاء وكان من أهم هذه الوسائل التي ذكرها أهل العلم الدروس والمحاضرات والخطب والمقالات والندوات الإعلامية والمؤتمرات العالمية والمؤتمرات العلمية يعتمدون في هذه الوسائل على ثلاثة محاور رئيسية أولا تأصيل المنهج الحق وبيان منهج السلف الصالح ثانيا التحذير من خطورة التعصب والانحراف الفكري واتباع الأهواء ثالثا معالجة ما وقع من غلو بتأصيل الموقف الشرعي من خلال الفتوى بالدليل الشرعي من الكتاب والسنة شكرا